السلام عليكم ورحمة الله مفيش شك ان كل واحد عايش على سطح الارض نفسه يوصل يوصل ويعد الفقر وارد يوصل لاخر الشارع وارد يوصل لكوكب المريخ وليه لأ لكن خلونا نتكلم بقى بجد حاجة سهلة قوي كلمة بسيطة جدا حتقولها حتغير حياتك انا عرفت الكلمة دي وانا بقرأ كلام للمفسر الجامد قوي اللي هو بوصلاح العصر بتاعه الامام الرازي الامام الرازي لقيته بيقول الكلام القاتم كل العلوم مندرجة في الكتب الاربعة يعني القرآن والتوراة والانجيل والزبور وعلوم الكتب الاربعة موجودة في صورة الفاتحة وصورة الفاتحة علومها موجودة في البسملة يبقى كلمة بسم الله هي الكلمة اللي هتغير حياتنا ازاي؟ كل اللي علينا ان احنا هنفعل كلمة بسم الله في حياتنا قبل القرية وانت بتبص في المراية قبل النوم وانت بترجح حسابات اليوم وانت بتعمل الشاي بتروأ الدنيا لزملك اللي جاي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة إذا توضقت فقل بسم الله فإن حفظتك لا تبرح أن تكتب لك الحسنات حتى تفرغ لغاية ما تخلص الوضوء وإذا غشيت أهلك أيو أيو فقل بسم الله فإن حفظتك يكتبون لك الحسنات حتى تغتسل من الجنابة فإن حصل من تلك الواقعة ولد كتب لك من الحسنات بعدد نفس ذلك الولد وبعدد أنفاس أعقابه إن كان له عقب حتى لا يبقى منهم أحد الولد وابنه وابن ابن الغاية ما تنتهي الذرية أنفسهم تاخد بها حسنات يا أبا هريرة إذا ركبت دابة فقل بسم الله والحمد لله تكتب لك الحسنات بعدد كل خطوة يا أبا هريرة إذا ركبت السفينة فقل بسم الله والحمد لله تكتب لك الحسنات حتى تخرج منها كل دي مواقفة قال فيها بسم الله آه وكل دي حسنات بسبب بسم الله آه تب إيه رأيك غير المسلم كمان لو قال بسم الله يستفيد منها بس في الدنيا فقط أصحاب السير بيقولوا زي الإمام الواقدي في كتاب فتوح الشام لما المسلمين فتحوا أنطاكية اللي إحنا بنقول عليها أنطاكية ووقعت الروم تماما بعث قيصر الروم لسيدنا عمر بن الخطاب بعث له رسالة كده في السر وقال له إن نبي صداعا لا يسكن رأسي حتقتلني من الصداع فبعث إلي بدواء حاجة كده في البندول فبعث إليه عمر قلنسوة فكان إذا وضعها على رأسه يسكن صداعه وإذا رفعها عن رأسه عاوده الصداع فعجب الرجل استغرب ففتش في القلنسوة فإذا فيها كاغد إيه كاغد ده؟ مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم سمعك ياللي بتقوله هو سيدنا عمر بيعمل أعمال هي ورقة آه لكن مكتوب فيها بسم الله فكانت بسم الله هي سر الشفاء لهذا الرجل الغير مسلم استفاد منها في الدنيا بس عايزكم من هنا ورايح تقولوا بسم الله وتغيروا بيها حياتكم القاعدة بتقول الجميع يخضعون لشيء في حياتهم يغير مساراتهم وأنا متأكد مية بالمية إن كلمة بسم الله هي الكلمة اللي هتغير حياتك للأفضل إن شاء الله وتعالى مش هقول لك اعمل لايك ولا شير ولا الكلام ده خالص كل اللي هقوله لك طبق اللي احنا أخدناه النهار ده من اللحظة دي وقول بسم الله مع نهاية الفيديو بتاعنا حاجة جميلة وحلوة حتوحشوني جدا عندي حاجات كتير عاوز أدردش فيها معاكم لكن أشوفكم قريب إن شاء الله وتعالى السلام عليكم اشتركوا في القناة